السبب الثاني هو وجود حالة كسل أو ارتخاء في عضلات الأمعاء والبطن واللي بتكون مسؤولة إنها تدفع البراز إلى أسفل المستقيم وخارج الشرج على فكرة الحكاية دي بتحصل في بعض الحالات المرضية يعني في حالات كتيرة بس بعض الحالات المرضية بتكون من أعرضها الحكاية دي زي نقص إفراز الغدى الدرقية مرض نقص إفراز الغدى الدرقية وكمان مرض لين العظام السبب الثالث اللي يؤدي إلى الإمساك هو وجود انسداد معوي لقدر الله طبعا على أي سبب من الأسباب ده حالة خطيرة على فكرة أما السبب الرابع لحدوث الإمساك هو ضيق فتحة الشرج أو دمرها السبب الخامس وجود ما يعرف بالشرخ الشرجي وده زي ما شرحنا في الأول ده بيكون مضاعفات وهو اللي بيعمل بقى الإمساك بعد كده الشرخ الشرجي ده بيكون في جدار الشرج وممكن يكون سببه زي ما قلنا إمساك شديد سابق أو أسباب تانية يعني الشرخ ده يحصل مش بس بالإمساك بيحصل في حالات الكحة المزمنة أو بيحصل في حاجة اسمها متلازمة الإخراج المضطرب الريتابول باول سندرو الناس اللي هم يقول لك أنا شوية إمساك وشوية إسهال شوية إمساك وشوية إسهال بعد شوية بيبقى طبيعة جسمهم تميل نحو الإمساك تمام كده؟ الشرخ الشرجي ده بكرر إنه حاجة مزعجة جدا جدا الأسباب اللي أنا قلتها دلوقتي سواء السبب التاني أو التالت أو الرابع أو الخامس مش بنعرفهم غير بالفحص الطبي الدقيق لمنطقة الشرج عند الطفل عشان كده في حال حدوث الإمساك يا جماعة لازم نتوجه للطبيب لمعرفة السبب وتأخير التشخيص ممكن لا قدر الله لا قدر الله يفاقم الحالة المرضية ويخلي علاجها أصعب طبعا حضراتكم لاحظتم إن السبب الأول اللي احنا تكلمنا عنه في الفاصل الأولاني وهو حدوث التماسك الشديد في قوام البراز أسبابه زي ما قلت كلها ممكن نتجنبها لكن السبب التاني والتالت والرابع والخامس من أسباب الإمساك يعني بتكون حالات مرضية وأغلبها العلاج بيكون عن طريق التدخل الجراحي طيب هل دي كل أسباب الإمساك؟ الحقيقة لا لسه فيه أسباب تاني فيه سبب سادس وبرضو يعني هو الحقيقة سبب شائع جدا وبيكون السبب فيه بعض الأمهات هتعرفوا بقى أصدي دلوقتي السبب ده هو الضغط على الطفل لإبداء أو تعلم مهارة التحكم الإرادي في التباول والتبرز في عمر مبكر وتحديدا قبل عمر السنتين احنا اتفقنا قبل كده أن تعليم مهارة التحكم في التباول والتبرز هي عملية ومهارة تدريبية معقدة جدا وبتاخد وقت ما يقارب الست شهور إلى السنة في التدريب بس ولازم ده يحصل أو بمعنى أدق أن احنا نبدأ عملية التدريب وتعليم الطفل المهارة المهمة دي بعد ما يكون الطفل كمل سنتين وقلنا في حلقات سابقة إيه الأسباب؟ تمام كده؟ طيب إيه بقى الغلطة اللي بتحصل؟ الغلطة هي أن الأم تفتكر نفسها شطرة وتقرر تقول أنا هبدأ أعلم الطفل في عمر بدري عن السن ده عن سن سنتين تمام؟ طبعا التدريب هنا بيكون جوهره الرئيسي إيه؟ يعني لما الأم بقى تعمل كده بتطلب إيم الطفل أنه يمسك نفسه يمسك نفسه يعني جاية يهمل إمساك يعني هي وكأنها بتقوله اعمل إمساك تمام؟ وأنه ما يعملش على روحه وهكذا أو يقول لها ويشاور لها وهكذا طيب احنا قلنا أنه ليه عمر السنتين؟ أولا لأن ده الحد الأدنى في عمر الأطفال الخاصة باستيعاب تعليمات هذه المهارة ثانيا ضمان نمو العضلات القبضة اللي بتكون مسؤولة عن التحكم تمام؟ لما الموضوع ده بيحصل لما الأم بقى تعلم الطفل بدري وتقول له مسك نفسك أو شاور لي أو بتاع أو ما تعملش على روحك والكلام ده كله لما ده كله يحصل قبل عمر السنتين خلاص؟ في كتير جدا جدا من الأحوال ده بينعكس على الطفل أنه بيسبب الإمساك بيسبب الإمساك عند الطفل ده وللعلم بعض الأطفال ممكن يبان عليهم أن أم خلاص بقى أم يتحكموا فتيجي الأم تفرح هتقول شفتوا بقى أنا علمت ابني وعنده سنة ونص وعنده سنة وثلاثة خلاص؟ لكن الحقيقة أنا ده مش تحكم ده بيكون اسمه التحكم الكاذب وبيرجع أغلب الأطفال دول لحالة عدم التحكم عند التعرض لبعض الظروف زي مثلا الإصابة بنزلت برد يعني لما الطفل يبعنده برد أو لما الطفل ده يخاف الخوف الشديد من حاجة أو لو خاف من حد والحقيقة بقى أن تعليم الأطفال دول اللي أنا بتكلم عنهم دول المهارة دي بعد كده من الأول بيكون أصعب بكتير وبياخد فترة أطول عشان كده من فضلكم بلاش الحكاية دي وابدأوا تدريب أطفالكم على مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرز بعد نهاية العام الثاني أو بعد كده كمان في بعض البلاد الأوروبية يعني بلاد شمال أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا بيبدأوا تعليم الأطفال المهارة دي بعد نهاية العام الثالث والنتائج بتكون أفضل وفترة التدريب بتكون أقل كمان ده السبب السادس لحدوث الإمساك أما السبب السابع والأخير لحدوث الإمساك عند الأطفال هو إن لما الطفل بقى يمسك نفسه فعلا لفترات طويلة وده بيحصل عادة بعد سنة أربع سنين وبتكون أسبابه مختلفة زي إيه؟ زي مثلا عدم الرغبة في استخدام التوالت أو حمام يعني خارج المنزل يعني تلاقي الطفل ما يحبش إنه يدخل حمام بره البيت والحكاية دي بتحصل مثلا ممكن في المدارس ممكن تحصل في النوادي قالوكوا كما بتحصل فين؟ بتحصل في أماكن الدروس اللي هي الدروس الخصية ربنا يعافينا ويعافي الجميع منها تمام كده؟ بتحصل كمان حالة إن الطفل يمسك نفسه لما يكون مستغرق في حاجة معينة وأشهر مثال على كده الاستغرق في الألعاب الإلكترونية يعني يبقى قاعد يلعب وخايف الجيم يروح عليه ولا يخلص ولا مش عارف إيه فيقعد ويفضل ماسك نفسه فترة طويلة طيب إيه اللي بيحصل لما الطفل يقعد ماسك نفسه فترة طويلة؟ إيه اللي بيحصل إن البراز بيتراكم بكميات كبيرة داخل المستقيم يعني الطفل بيقى لا أول عايز يعمل يفضل ماسك نفسه يفضل ماسك نفسه الطفل هو كبير عافك تمام؟ يحصل تراكم بقى للبراز بكميات كبيرة داخل المستقيم إيه اللي بيحصل؟ بيحصل تمدد في المستقيم وتحديدا الجزء الأخير من القولون فيصبح الطفل بعد كده ما عندوش رغبة في التبرز وبيلزمه على فكرة في الحالة اللي زي دي علاج طبي على فكرة في بعض الحالات دي اللي هي اللي الطفل يمسك نفسه فيها فترات طويلة بيحصل عند بعض الأطفال تصرب لجزء من البراز السائل اللي بيكون محيط بالبراز الجامد داخل المستقيم بيحصل يعني هو لاز بقى البراز بيبقى عد فترة طويلة هو بيبقى جامد أو جاف لكن حواليه بيبقى نسبة كده من السيولة ده ممكن يتصرب برا وممكن يلوس ملابس الطفل الداخلية فيبان انه الطفل ده زي ما يكون عنده عدم تحكم انا بقول لكم الحكاية دي بتحصل في السن الأكبر للأطفال من أربع سنين وحن طالعين يعني يكون تعلمه بتاع فنقول الله هالطفل كده عنده عدم تحكم وفي الحقيقة انه هو يكون ماسك نفسه والموضوع حصل عنده تمدد المستقيم والحاجات دي كلها والحقيقة برضو المشكلة دي بتكون يعني زي ما هي يعني بتفضل المشكلة دي والإمساك زي ما هو واللي خرج ده بيكون مش أكتر من تصرب زي ما قلت وأكيد في الحالة دي برضو بيلزم التدخل والعلاج الطبي وبعد التدخل ده أكيد لازم نعود الطفل على التبرز الطبيعي ترجمة نانسي قنقر